بسم الآب والابن والره القدس الإله الواحد آمين الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المؤدس من سفر أعمال أبائنا رسل أطهار أصحاح 26 ما زلنا في قيصرية معلمنا بولوس الرسول بيش شهد في قيصرية شهد في قيصرية أمام الوالي فليكس أكتر من مرة وبعد كده شهد في قيصرية أمام فريستوس الوالي لما جه ناس من أرشاليم علشان يقنعون أنه ينزل وكانوا عملين له مكيدة ينزل إلى أرشاليم عملين له مكيدة في الطريقة عشان يقتلوه ولكنه رفع دعواه إلى قيصر وبعد كده جه الملك أغرباس ومعلمنا بولوس الرسول وقف قدامه بيتكلم وإحنا في هذه الجزء ففي آية 16 كان معلمنا بولوس الرسول حكى لملك أغرباس إزاي شاف المسيح له المجد في دمشق الطريق لدمشق في السماء أبرق عليه حواليه نور وكلمه وهنا آية 16 يقول ولكن قم وقف على رجليك ده المسيح له المجد بيتكلم بولوس الرسول لأني لهذا ظهرت لك بل المسيح ظهر له ليه ظهر له عشان يقيمه خادما لأن تخبخ خادما يا رب ده وحش أنت شايفين وحش لكن أنا شايفه ينفع يكون خادما أنا صلاحي يقتدي إن أنا هارده تاني هعلمه حب التعليم هفهمه وهيبقى حالوي بإنسان جميل جدا وإنسان صالح للخدمة رؤية الله لأن تخبخ خادما وشاهدا هنا إداله شهادة أنه شاف المسيح الحي وتكلم معاه زي ما الرسل شافه المسيح ومعلمنا بولوس الرسول أكتر من رؤية شاف فيها المسيح له المجد فهنا بيشهد بشهادة وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك لسه كمان هيظهر له منقزا إياك من الشعب ده وعد المسيح له يبقى ما كانش الموضوع كله إنه خايف يحسن يقتلوه لا ده أنا مدي له وعد مصبق أن ينقزه لكن الموضوع هو انتخبه خادم وشاهد عشان يشهد منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم وكمان من الأمم لتفتح عينهم كي يرجعوا من ظلمات يبقى معلمنا بولوس الرسول أو الخدمة هي عبارة عن فتح عيون للناس كي يرجعوا من الظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان دي الخدمة إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بغفراء الخطايا ونصيبا مع المقدسين دي مهمة معلمنا بولوس الرسول مش مهمته إنه ينجو من التعاد اليهود لكن مهمته هي ذي كرازة والخدمة لكن اللي هي نجيه لأويه لقوده والمسيح بعد كده بيتكلم الملك أغلباس أيها الساعتاشر من ثم أيها الملك أغلباس لم أكن معاندا للرؤية هنا بيحط قدام الملك أغلباس إنه هو كحكم إيه رأيك بقى ظهر للمسيح الحي وكلمني وقال لي كذا وكذا أكون معاندا إزاي فما كنتش معاندا للرؤية بل أخبرت أولا العكس خادل الموضوع بكتية أخبرت أول نزيم في دمشق وفي أرشاليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم بعد كده الأمم بلغ الأمم مبشرهم أن يتوبوا وارجعوا لله عاملين أعمالا طليق بالتوبة أنا مركز مع التوبة لازم أعمال التوبة يا غريباس من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وأشارعوا في قتلي تسأل لي أنا بتحاكم هما من أجل كلام دوت من أجل أنه ظهر للمسيح الحي ويعلمني وفهمني وأنا عندي رسالة منه فإذا حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم خلي بالك يا غريباس اللي خلاني يعيش لغاية دلوقتي هو المعونة من الله اللي خدتها شاهدا للصغير والكبير وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون طبعا أغريباس يهودي عرف الأنبياء عرف موسى فبيكلمه بطرع شخصية دلوقتي يا أغريباس اللي أنت يهودي أنا ما بقولش حاجة غير اللي قاله الأنبياء إيه هو اللي قاله الأنبياء هنا في آية 23 بيقوله أن يؤلم المسيح يتألم يعني المسيح طبعا ويموت يكون هو أول قيامة الأموات هو البكر من الأموات طبعا فيه ناس قامت قبل كده ومعروف لكن هنا قيامة الأموات اللي هو يقوم بجسد ممكن مزمعا أن ينادي بنور للشعب والأمم مزمعا أن ينادي بنور للشعب والأمم ويبقى هنا معلمنا بولوس الرسول بيقتاد أغريباس للإيمان بالمسيح الحي اللي هو النور اللي نادي بالنور للشعب والأمم ربنا يدينا أننا نتبع المسيح لأول مجد اللي بينادي بالنور لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد لأباد كلها أمين اللي بينادي بالنور